اشتركوا في القناة لازم تعرفوا ان الطراب القمري مزعج شوية يعني ناعم جدا وحد زي الازاز بالزبط ولو اتحرك بيطفو في البيئة القمارية وده ممكن يعمل مشاكل كتير قوي للجوالات القمارية في المستقبل بقى الروبوتات القمارية هتعمل مهمات اكبر بكتير من الهبوط والتجول زي مثلا بناء المحطات الفضائية واستخراج المية فالنموذج الجديد هيسمح للمهندسين ان هم يتضربوا مع الروبوتات القمارية في محاكاة الغبار القمري قبل ما يبعتوها وبالفعل وكالة ناسا عملت سلسلة من تجارب نصها في بيئة المحاكاة والنص التاني في العالم الطبيعي عشان يعرفوا لو الطراب القمري بيتصرف بنفس الطريقة اللي بيتصرف بيها الطراب على كوكبنا ولا لا الخبر اللي بعد كده بيقول ان اقدارة الطيران الفيدرالية الامريكية قفل للتحقيق خلاص في رحلة الساروخ استعشب اللفاتت علشان المهمة التجريبية التالتة طبعا كلنا عارفين ان المهمة التجريبية التانية كانت في 18-11 وحصل انفجارين بعد 3 دقايق ونص من الاقلاع ومن ساعتها شركة سباس اكس بتستعد لرحلة الثالثة ونفذت كل الاجراءات التصحيحية عشان تحصل على ترخيص الاطلاق من ادارة الطيران الفيدرالية الامريكية لازم تعرفوا ان الترخيص ده بيتناول كل متطلبات السلامة والمتطلبات التنظيمية المعمول بيها عدد الاجراءات التصحيحية اللي كان لازم الشركة تعملهم 17 اجراء اول 7 متعلقين بمعزز المرحلة الاولى واعادة تصميم اجهزة المركبة ونمزجة نظام التحكم المحدث واعادة تقييم تحليلات المحرك وخوارزميات التحكم في المحرك العشر البقين لهم علاقة بالمرحلة العليا اللي هي المركبة ستارشا وشملت اعادة التصميم والتغييرات التشغيلية وتحديث تحليل القابلية للاشتعال وتركيب انظمة حماية اضافية من الحرائق وتحديثات للتوجيه والنمزجة وعلى فكرة دي حاجة كويسة جدا لان اول رحلة للساروخ ستارشا كانت في 8-9 السنة اللي فاتت وكانت النتيجة ان لازم شركة سباز اكس تعمل 63 اجراء تصحيح لكن المهمة التجريبية بتاع الـ 18-11 اللي فات بتاع التحقيق فيها بـ 17 اجراء تصحيح بس وبكده النتائج مبشرة جدا يعني ان شاء الله المرة الجاية اكيد هينجحوا الخبر اللي بعد كده بيقول ان وكالة ناسا بتدور على متطوعين يقضوا سنة في القاعدة المغيخية للعلوم والقاعدة دي عبارة عن محاكاة للتحديات اللي هيواجهها طاقب الاستكشاف على سطح المغيخ والمهمة دي اسمها شا بي والمفروض ان هي بتتكون من 4 افراد بيعيشوا في موطن معزول مساحته 158 متر مربعة والموطن عبارة عن بيئة الكوكب المغيخ 3D موجودة في مكاس جونسون التابعة لوكالة ناسا بيقول مسؤولين وكالة ناسا ان مهمات شا بي بتوفر بيانات علمية مهمة جدا للتحقق من صحة الانظمة وتطوير الحلول البيان بيقول ان وكالة ناسا بتبحث عن امريكان صحتهم كويسة ومتحمسين وبشرط ما يكونش مدخن بتتراوح اعمارهم من 30 ل 55 سنة طيب ايه المهام اللي هيعملوها في القاعدة المغيخية في عمليات آلية وصيانة وزراعة ومحاكاة السيرة في الفضاء وتمارين وتصممت القاعدة دي علشان تكرر البعثات المغيخية في المستقبل شكلها يكون عامل ازاي وكمان موجود فيها تحديات زي محدودية الموارد وفشل المعدات وتأخير الاتصالات والضغوط البيئية التانية الخبر اللي بعد كده بيقول ان قطوة دلتا الجوية هتفتح رحالتها التانية لمشاهدة الكسوف الكل للشمس اللي هيحصل في شهر 4 جاية الشيخ كابتكر الطريقة ندرة لمتابعة الكسوف من جوه مصاري الكسوف نفسه وده بيوفر لركاب رؤية شاملة للكسوف الكلية للشمس بيقول وارن ويستون كبير خبراء الأحصاد الجوية في شركة دلتا ان الكسوف اللي هيحصل يوم 8 أربعة جاي اخر كسوف كلها هيحصل فوق امريكا الشمالية لحد سنة 2044 بس الشركة حزرت من العوامل الخارجة عن سيطرتها زي مثلا التأخير في الحركة الجوية والطقس اللي ممكن يأثر على حد الأبصر الوقت في المصاري الإجمالي الخبر اللي بعد كده بيقول ان رواد الفضاء في المحطة الفضائية صوار الشفك القطبي وبتقول ياسمين ماركلي أحد رواد الفضاء اللي موجودين في المحطة الفضائية ان الشفك اللي أخدر اللي شافوه كان من أبرز أحداث مهمتها الفضائية شرح الشفك باختصار كده الشمس بتبع جزيئات ناشطة للغلاف الجو العلوي بتاعنا وبعد كده المجال المغماطيسي بتاع كوكبنا بيوجه الجزيئات الناشطة دي ناحية القطبين ساعتها بتتوهج الجزيئات الشمسية وهي بتتفعل مع الغلاف الجوي بتاعنا بالأشكال الغائعة دي وعلى فكرة سواء كانت الأضواء مختلفة أو الغيوم أو الفصول أو زوايا الشمس فبرضو كل مرة هتشوف الشفك القطبي هتندهش من مدى حيوية وجمال كوكبنا ندخل بقى في بيت الوحش دراسة مهمة جدا نازلة بتقول ان الموجات الجاذبية كشفت عن جبل جليجي اتفاعه ثلاث أضعاف ارتفاع أطول مبنى في العالم اكتشف الباحثين أربع جبال بحرية عملاقة فوق قاع البحر المحيط بأمريكا الجنوبية وده بعد اكتشاف الشيزوز في موجات الجاذبية نتجت عن الجبال الضخمة اللي تحت المياه معلومة على جنب أطول مبنى في العالم بيرتفع لأكتر من 2.4 كيلو متر من قاع البحر العلماء وهم بيبحاروا علامات نسفينة الأبحاث فالكور اكتشفوا الأربع جبال في أعماق البحر أول واحد ارتفاعه 1591 متر والتاني 1644 متر والتالت 1873 متر لكن أكبر واحد فيهم كان ارتفاعه 2681 متر فوق قاع البحر وده خلاه على بعد ميل واحد من السطح لازم تعرفوا ما أطول مبنى في العالم هو برج خليفة وارتفاعه 828 متر وبعضه امتايرستاد 380 متر لازم تبقوا عارفين إن القمم العنواق اللي تحت المية براقين خامدة وضخمة جدا لدرجة إنها بتعمل تغييرات في ارتفاع سطح المحيط أما الشزوز اللي حصل في الجاذبية فده تم الكشف عنه عن طريق الأقمار الصناعية وفي الحالة بينتفق سطح المحيط على طول فوق القمم بيقول جون فولمر كبير الفنيين في البحثة إن فحص الشزوزات الجاذبية طريقة فعالة جدا علشان نلاقي إنه توقات على الخرائب ولما عملنا كده اكتشفنا الجبال وعلى فكرة السنة اللي فاتت اكتشف نفس فريق البحث جبل ضخمة حجمه ضعف حجم برج خليفة لازم تعرفوا إنه أكبر جبل بحري في العالم من ناحية الفنية هو بركان موناكية الخامل في هواي وارتفاعه بيساوي 425 متر فوق مستوى سطح البحر وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فالبركان بالكامل ارتفاعه 10211 متر بيشتبه العلماء إن في حوالي 100 ألف جبل بحري متناسر عبر محيطات العالم كله لكن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بتقول إننا مرسمناش لجزء صغير أوي منها وكمان بيقولوا إنها أكتر من نص القمم المتوقع في المحيط الهادي الرحلة لاستكشافها الأخيرة كانت في إقطار مشروع اسمه سيبد 2030 واللي بيهدف لرسم خريطة القاع البحر في العالم كله مع نهاية العبد ده يعني سنة 2030 يعني لازم يكتشفوا بقية القمم المغفية لازم تعرفوا إن البحثين البحريين بيقولوا على الجبال البحرية نقاط البيولوجية الساخنة والهياكل دي تعتبر ركيز وصلبة للكائنات غير المتحركة زي الشعب المرجانية والإسفان بحيث إنها تستقر وتتسبب في ارتفاع مياه القاعة لما تسحبت طيارات العناصر الغذائية من أعماق البحار عشان توصلها قريب من السطح فده بيجذب الكائنات الأكبر حجما زي القشريات والأسماك والقرش وحاجات كتير قوي فعشان كده الجبال البحرية تعتبر نواقل مهمة جدا وبتقول جياتيكا فيرمني المديرة التنفيذية لما حد شمدت للمحيطات إن تحديد موقع الجبال البحرية بيقضنا دايما لمناطق ساخنة غير مدروسة للتنوع البيولوجي وفي كل مرة بنلاقي المجتمعات دي في كاع البحر الحقه الابتشاف جديد مظهر بيعزز معرفتنا بالحياة على كوكبنا هستنى ويقطع تحت في التعليقات لحد نقصت حلاتنا يا رب يكون عجبتكو والسلام عليكم